اهلا بكم مشاهدين الكرام في الحصاد الاسبوعي لوزارة الدفاع وقبل بدء حصادنا تتواصل تضحيات ابطال الجيش العراقي واخرها استشهاد الملازم استخبارات مصطفى جواد كاظم الذي نال شرف الشهادة ضمن قاطع عمليات كاركوك رحم الله شهداؤنا الابرار وشاف جرحانا انه سميع مجيب مشاهدين الكرام بدءا الى اهم العناوين وزير الدفاع يلتقي قائدي بعثة حلف الناتو السابق والحالي في العراق وزير الدفاع يشرف على مراحل اعادة تأهيل نادي الضباط القادة رئيس اركان الجيش يتفقد مراحل انجاز وتأهيل مفاصل قاعدة الصوير الجوية رئيس اركان الجيش يحضر تخرج دورة اللغات المفتوحة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الامين العام لوزارة الدفاع يحضر افتتاح معرض البحر الاسود للدفاع والفضاء الجوي في رومانيا بحضور السيد امين السر العام لوزارة الدفاع متطوع فرقة القوات الخاصة الثانية ينفذون فعالية قفزة الثقة لجنة مقابلات عائلات الشهداء والجرحى تواصل استقبال متطلبات وشكاوى الجرحى وعائلات الشهداء مستشفى الحسين العسكري يستمر باجراء العمليات الجراحية لمنتسبي القوات الامنية الاستخبارات والامن تضرب معاقل تجاري المخدرات وتعتقل اربعة منهم المفتشية العسكرية العامة تجري تفتيش الاستعداد القتالي لفوج حراسة وحماية امرية موقع الرسطمية قائد القوات البرية يحضر مظاهرة عارين الاسود الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابيين اثنين يعملان بمفرزة التفخيخ لداعش الارهابي في نينوة قيادة فرقة مشات السابعة عشر تؤمن الحماية الكاملة لقوافل حجاج بيت الله الحرام قائد عمليات بغداد يحضر تنفيذ مظاهرة ادارة المعركة الدفاعية فريق قيادة القوات البرية يحرز لقب بطولة الجيش لكرة الطائرة للعام الفين واربعة وعشرين ومن العناوين الى التفاصيل التقى وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي قائدي بعثة حلف الناتو السابق في العراق الفريق خوسي انطونيو وقائد البعثة الحالي الفريق لوكاس شخويريس واشاد السيد الوزير بدور القائد السابق للبعثة بدوره في دعم الوزارة والجيش العراقي مرحبا بالقائد الحالي متمنيا له الموفقية في اداء المهام المكلة اليه كما واشرف وزير الدفاع على مراحل اعادة تأهيل نادي الضباط القادة في منطقة الكسرة وسط بغداد يرافقه عددا من كبار ضباط الوزارة واطلع السيد الوزير خلال زيارته على سير العمل الخاص بتأهيل وتطوير جميع مرافق النادي من قبل شركة يوغو ايمبورت الصيربية زار السيد رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خص الركن عبد الامير رشيد يارلا قاعدة الصوار الجوية اذ استمع سيادته الى اجاز مفصل قدمه عميد الكلية عن المهام والوظائف والبنايات الجديد الشاغر والخطط المستقبلية وآلية استقبال الطلب في كلية القوة الجوية واهم المعوقات وفي السياق ذاته تابع سيادته مراحل تدريب كوادر القوة الجوية على مشبهات الطيران كما حضر سيادته تخرج الدورة اللغات المفتوحة في جماعة الدفاع للدراسات العسكرية وابتدأ الحفل بإلقاء عميد كلية اللغات كلمة رحب في بدايتها بالسيد رئيس اركان الجيش والسادة الحضور مستعرضا اهداف وغاية الدورة في تخريج جيل متسلح بمختلف اللغات المعتمدة في العالم وعلى صعيد اخر افتتح السيد رئيس اركان الجيش معرضا لأبرز النشاطات التي قدمها طلاب الدورة انفا الذكر مشيدا بجهودهم التي لخصت وعكست مدى استفادتهم من المنهاج والدروس التي قدمها اعضاء الكادر التدريسي حضر الامين العام لوزارة الدفاع السيد جبارثيجي المطلق والوفد المرافق له افتتاح معرض البحر الاسود للدفاع والفضاء الجوي ثلاثي الخدمات بي اس دي اي الفين واربعة وعشرين الذي اقيم في بوخارست بجمهورية رومانيا الى جانب عدد من السفراء والوفود العسكرية والامنية من كافة انحاء دول العالم وبمشاركة واسعة من الشركات الدولية من مختلف دول العالم والاطلاع على احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية والتقنية والصناعات الحربية لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الصناعي والتجاري في مجال الدفاع والامن ومدى الاستفادة من التطورات العالمية في مجال التسليح والتجهيز لرفع مستوى قدرات جيشنا العراقي الباسل اسوة مع الدول العالمية المتطورة بحضور السيد امين السر العام لوزارة الدفاع وعددا من ضباط ومسؤولي صنف القوات الخاصة في امانة السر العام ورئاسة اركان الجيش نفذ متطوع فرقة القوات الخاصة الثانية لواء 65 فعالية قفزة الثقة لتعزيز الثقة بالنفس وكسر حاجز الخوف بمهنية وشفافية عالية تواصل لجنة مقابلات عائلة الشهداء والجرحى لقاءاتها الاسبوعية بالمراجعين من تلك الشرائح بمقر مديرية الاعلام والتوجيه المعنوي اذ استقبلت اللجنة عددا من الجرحى وعائلات الشهداء التي ترأسها رئيس اللجنة الفريق الركن كريم جاسم نزل والذي اكد حرص معالي وزير الدفاع واهتمامه الكبير بتلك الشريحة المضحية والتخفيف عن معاناتهم يستمر مستشفى الحسين العسكري باجراء العمليات الجراحية اذ اجرى عملية تثقيب رأس عظم الفخذ لاحد منتسبيص في القوات الخاصة باشراف العقيد الدكتور مصطفى البهد لقسم جراحة العظام والكسور هذا وتمت العملية باستعمال التخدير النصفي وبفتحة جراحية صغيرة لا تتجاوز السنتيمتر الواحد باستعمال جهاز الاشعة داخل صالة العمليات وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التي تجريها المستشفى فيما يخص الكسور المعقدة وإعادة تثبيتها يذكر ان مستشفى الحسين يقوم باجراء العمليات الجراحية المتعددة وفي مختلف الاختصاصات بعد متابعة ميدانية دقيقة وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الميدانية تابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بأربعة تجار مخدرات وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة كانوا يرومون بيعها في إحتى مناطق محافظة النجف الأشرف وقد دونت أقوالهم بدائيا وقضائيا وجرى إيقافهم على وفق أحكام المادة 28 مخدرات أجرت المفتشية العسكرية العامة تفتيش الاستعداد القتالي لفوج حراسة وحماية أمرية موقع الرستمية وجرى في أثناء التفتيش التأكيد على جوانب مهمة منها تكامل الأسلحة والمعدات والعجلات والأشخاص من أجل الاستعداد المستمر لمواجهة أي طارئ فضلا عن تنفيذ فعاليات مختلفة تبين مدى الجاهزية والاستعداد التام لفوج حراسة وحماية أمرية موقع الرستمية بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي نفذ الفوج الأول اللواء المشات الثاني الفرقة المشات الأولى مظاهرة عارين الأسود حظيرة المشات في الدفاع وكان الغاية من تنفيذ المظاهرة لرفع القدرة القتالية والقابلية البدنية للمقاتلين ومن جانب آخر تعطي رسالة إلى العناصر الإرهابية المنهزمة عن التطور الحاصل في قدرات الجيش العراقي على مختلف الأصعيدة وإنهم قادرون على حماية أمن كافة المناطق لقاطع المسئولية وفي الختام أشاد سيادته بالجهود المبذولة لإنجاح مختلف التمارين المنفذة من قبل التشكيلات والوحدات بواجبين منفصلين وجهد استخباري مميز واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لكتبة استطلاع الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال التنسيق والمتابعة مع خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب جرى نصب كمينين محكمين في حي المأمون وحي الانتصار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية وهما من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة أربعة إرهاب وكانا يعملان بمفرزة لتفخيخ العجلات والعبوات الناسفة في تنظيم داعش الإرهابي وقد جرى تسليمهما إلى جهة الطلب أصوليا لمتابعة مباشرة من قائد الفرقة المشاة السابعة عشر شرع أبطال الفرقة أنفا بتأمين الحماية الكاملة للطرق السريعة والرئيسية والفرعية التي تمر بها قوافل تفويج حجاج بيت الله الحرام المرات بقطع مسؤولية الفرقة لقضاء المحمودية ونواحيها الإدارية والقرى والأرياف المحيطة به والقريبة منه وجميع أطراف جنوب العاصمة إذ جرى تعزيز مداخل السيطرات بالمقاتلين والعجلات المدرعة وفتح المقرات المسيطرة بحضور وإشراف الأمرين والضباط لضمان سلامة وصولهم إلى الدير المقدسة حضر قائد عمليات بغداد مظاهرة قلعة الصمود وكيفية إدارة المعركة الدفاعية النقطة الحصينة في الدفاع وصد التعرض المنفذة من قبل الفوج الثالث للواء التاسع والخمسين والتي توخت دروسا متعددة منها استخدام السلاح بصورة صحيحة وكيفية انفتاح السرية ومعالجة العدو ورد الفعل السريع وإصدار الأوامر وأبدأ قائد العمليات توجيهات وملاحظات سديدة بشأن مجريات المظاهرة التي حضرها قائد الفرقة وعددا من ضباط وزارة الدفاع مثمنا الإجراءات الجيدة من قبل أمير الفوج وعموم المقاتلين ومؤكدا أن المظاهرة أبرزت دروسا كثيرة تعلمها المقاتلون في كيفية إدارة المعركة الدفاعية برعاية السيد رئيس أركان الجيش أقامت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش المباراة النهائية لبطولة الجيش لكرة الطائرة للعام الفين وأربعة وعشرين بين فريقي قيادة الدفاع الجوي وقيادة القوات البرية إذ أقيمت هذه المباراة على قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة إذ حسم فريق قيادة القوات البرية شوطها الأول وعاد فريق قيادة الدفاع الجوي في الشوط الثاني وبقى الحسم في الشوط الثالث التي ذهبت نتيجته لفريق قيادة القوات البرية محرزا لقب البطولة كما أثمرت هذه البطولة عن إبراز مواهب في الفرق المختلفة التي شاركت والتي سيكون لها الدور الكبير في تطوير الأندية الرياضية والمنتخبات العسكرية انتهى حصادنا لهذا الأسبوع وإلى اللقاء